إلى هذا العاجل حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي معبرا عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها تقريب في وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء لحالة الانقسام فضلا عن الدعم المصري للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة وقد أكد السيد دبيبة أن ليبيا حكومة وشعبا تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ النماذج الناجحة من تجربتها التنموية الملهمة والتي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسي خاصة ما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح وقد رحب الرئيس السيسي بالسيد دبيبة في بلده الثاني مصر مجددا تهنئته للقيادة الليبية الجديدة بعد حصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها مؤسسات الدولة الليبية بنسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات وقد شدد الرئيس السيسي على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لجهودها كافة ولسواعد أبنائها ورجالها من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة بدءا باستعادة الأمن ومرورا بتثبيت أركان الدولة ومن ثم الوصول إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على الشعب الليبي الشقيق وقد أكد الرئيس السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء في ليبيا بما يسهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار أضف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد أيضا استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين لمساندة الجانب الليبي في المسئولية التاريخية في هذه الفترة حيث جرى التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسئولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي والتشاور المستمر بشأن القطاعات التي سيتم التعاون فيها خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن إلى جانب التعاون الاقتصادي وتأهيل الكوادر الليبية في شتى المجالات اشتركوا في القناة